تحت عنوان تحية إلى جيش العربي السوري وانتصاراته أقام ملتقى البيادر الثقافي أسبوعا ثقافيا في محافظة ترتوس بحضور ومشاركة عدد كبير من الشعراء والأدباء والمثقفين من مختلف المحافظات السورية نعبر من خلال هذا النشاط الثقافي أن الثقافة هي الحاجة الحقيقية للإنسان والثقافة هي المعيار لتطور الشعوب وهي الرافعة الأساسية لبستوى الوعي لدى شعبنا وخاصة نجيل الشباب واليافعين نحن أهل اللغة ونحن أهل الكلمة وأثبتت التجارب أيضا بأن الكلمة كالرصاصة ونحن حقيقة نخوض حرب فكر وما قيمة الفكر إلا مواجهه بفكر وهذه الهدف الرئيسي من هذه الملتقيات نحن مهما عملنا لا نرتقي إلى جزء يسير من حق الجندي العربي السوري الذي لو له لما كنا نحن موجودين حاليا هنا هم العز وهم الفخر وهم المجد وهم البقاء وهم الوطن الأسبوع الثقافي تضمن معرضا للفن التشكيلي والأعمال اليدوية بمشاركة مجموعة من حرافي ترطوس جسد من خلاله الوحدة الوطنية والدفاع عن الأرض وبطولات رجال الجيش العربي السوري الجندي لا يكرم نحن نكرم أنفسنا بالإعتراف بفضل الجندي الجندي العربي السوري نحن كشعراء نملك سلاح القلم والحرف نكرم شهدائنا بأحاسيسنا تكريما لفضل وجودنا على هذا البلد على حياتنا على وجودنا هؤلاء الناس الذين يجتمعون من أجل الوطن وحماة الديار والشهداء الرحمة على أرواحهم العظماء هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم حتى نلتقي في هذه الملتقى عجبتني المشاركة رغم الطقس العاصف بس حلو نحن نوصل رسالة لها مستمرين كان الواحد يدافع عن رسالته بالملكة الموجودة هو فيه بالعلم والقلم وبالسلاح يواجه السوريون الإرهاب وأفكاره التكفيرية يدا بيد مع رجال الشمس رجال الجيش العربي السوري حماة الوطن وسياجه الحصين